للمزيد حول جهود حياة كريمة ينضم لنا هاتفياً دكتور ماروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة دكتور ماروة صباح الخير أهلاً وسهلاً سهلاً صباحين وليكنتون أهلاً بحضرتك طبعاً شعار حياة كريمة حياة كريمة لكل مصري ولكل مصرية إيه هي الاستراتيجية العامة أو الأساسية البنود الأساسية اللي تقوم عليها الاستراتيجية مبادرة حياة كريمة عشان توصل لكل المصريين إحنا خلاص على مشاير في الانتهاء من المرحلة الأولى والمبادرة وبدء في المرحلة الثانية إحنا نعم بنقول أن يعني حياة كريمة قامت على فلسفة بسيطة جداً وهي توفير حياة كريمة لكل مصري ومصرية هي كانت سعلاً بتعني ذلك فعلاً إن إحنا يبقى فيه نوع من أنواع التغيير السامل والكامل لحياة كل مصري موجود في القرية أو في النجاة اللي بتدخله حياة كريمة بيبقى تغيير من حيث التغيير في الحجر من بنية تحتية ومنشآت تعليمية وخدمية وتوفير كافة الخدمات تبقى يعني قريبة وفي متناول لأي مواطن كمين بنغير في الإنسان بنعمل عملية تنمية وتمكين للإنسان المصري ده علشان يبقى تعلن عملية تغيير شامل من أول ما بنغير في حياته وبنغير في شكل بيته وبنغير في شكل يعني روتيني الحياة نفسه اللي كان بيعيشه في الأول كمان بنغير في شخصيته بنغير في وعيه وكيفية تقبله للأمور واستيعابه وحفاظه على المكتسبات اللي الدولة قدمتها له وكمان أهمية أمور كتير وقضايا كتير مقصود أنه هو يبقى على وعي بيها كمان بيتغير في تنكينه للاجتماعي والاقتصادي علشان يقدر يبقى يعني بيملك محددات ومقدرات حياته علشان كده احنا ببنكلم عن استراتيجية حياة كريمة طيب نتكلم على كل تفصيلة بتقص المواطن المصري نعم طيب دكتور مروى في نقطة مهمة كان أحد الديوف الكرام بيتساءل وهو تساءل مشروع حقيقة لما كان موجود معنا أو ضفنا في الستوديو كان بيقول طب إذا كانت حياة كريمة جاءت علشان بتعمل القاتي بتمد طرق جديدة بتدخل مياه للمنازل والبيوت اللي ما كانش أو المناطق اللي ما كانش فيها أصلا مياه شرب نظيفة بتعمل صرف صحي ومشاريع صرف صحي للبيوت والمنازل أيضا اللي ما كانش فيها صرف صحي بتقفل البيوت أو بتصقف المنازل وبتدي الخدمات الأساسية المفتقدة بتعمل مراكز شباب بتعمل مستشفات أو وحدات صحية بتعمل مدارس وفصول جديدة أما الناس اللي كنت عايشة في هذه المناطق كانت عاملة إزاي قبل وجود وقبل دخول حياة كريمة إليهم مع نقص الكامل في كل هذه الخدمات وطبيعة المنتج البشري اللي كان بتفرزوا هذه المناطق كيف يختلف الآن بعد وصول كل هذه الخدمات من حياة كريمة إليهم؟ يعني لو إحنا بنتكلم عن رد للإحتياج فإحنا كنا بنتكلم عن إن مواطن كان عنده جميع أنواع الإحتياجات المشروع والأساسية هي كانت تبقى موجودة في حياته وهو للأسف ما كانش بياخدها باقي أنت بتتكلم عن أقاليم كاملة كانت مهمشة وكانت محطوطة على خرائط التنمية لعقود كثيرة في تاريخ مصر زي مثلا بنتكلم عن سعيد مصر اللي ما كانش تقريبا بيتحط على خرائط التنمية أصلا كان بيبقى فيه إما هجرة داخلية بشكل يعني فج كان بيحصل دايما للمحفظات الكبيرة والعاصمة وده كان طبعا بيمثل ضغط أكتر وضغط بقى على المواطن اللي خارج من قريته وسب المكان اللي تربى فيه وسب كل حياته وثقافته علشان يتنقل لمكان تاني وضغط على سكان الأطليين اللي موجودين في المحافظات دي من إسدحان بقى وعلى تكدس على الخدمات وحاجات كتير جدا لأننا نتكلم عن انتشار لأمراض كثيرة ما كانش كي مبادرات صحية ما كانش كي خوافل بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي ده احنا دلوقتي مثلا احنا لو نتكلم عن مؤسسات حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الصحة وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية بنطلع مثلا على أقل مثلا من ثلاث لأربع خوافل يوميا قلاصة الطبية بتروح لحد المواطن لحد جنب بيته على أساس دايما ما يبقاش في تحميل على المواطن لأي أعباء لغير طبعا أن الوحدات الصحية بقت الحمد لله دخلت كلها يعني تقريبا معظمها من الكنفة تقريبا 90% بنتكلم عن أنها قلاصة تخرج تطور التشغيل فبدأ يبقى فيه عملية التوفير للخدمات التبية بيقلل من انتشار الأمراض وبيقلل من كمان كفاءة يعني بيقلل من قلة الكفاءة بحياة المواطن اللي كان بيحس بيها نظرا لأنه كانت الأمراض بتبقى متكررة ومنتشرة عدم وجود وعي بيها نتكلم في منشآت تعليمية المواطن ما بقايش يضطر يودي ولاده في مكان بعيد فكان في أوقات كثير البنات بتقعد من التعليم ما بيكملوش عشان المدرسة بعيدة أو إنه تكدس شديد في الفصول التعليمية أو إنه ما فيش مدارس أصلا بتقدم خدمة التعليم الإعدادي والثنوي فكان يمشي مثلا 10 كيلو أو يعني يتنتقل 10 كيلو أو 20 كيلو كانوا في غالب يخلوا ولادهم يعود فبقى كان فيه ظاهر التصرم التعليم الحمد لله الأرقام بتبين إنه إحنا قد إيه وصلنا لإنه إحنا نغير حياة المواطنة المصري الحمد لله حتى لو في حد مش لمسه التغير ده عشان هو مش في قرية أو نجع تابع لحياة كريمة بس تغيرت حياته بشكل غير مباشر بإن الخدمات اللي كان بياخدها بعد ما كانت بوقت طويل لا بقى ياخدها بشكل مريح لأن المواطن اللي كان بيان بحلي ما بقى الشيخ بحلي أكيد يعني هي في الآخر زي بكل حضرتك ما تفضلت به في هذا العرض بنتكلم كده على إن ربما تكون حياة كريمة هي أبرز وأكبر مثال لتطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية في مصر في عصرنا الحديث كل شكر لحضرتك الدكتور أمروى فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة ترجمة نانسي قنقر